إلى الشان الأمني ونبدأ من الموصل حيث وصلت تعزيزات عسكرية قرب المدينة تمهيدا لانطلاق معركة استعادتها قائد عمليات نينواء اللواء النجم لجبوري قال إن تلك التعزيزات تحتوي على أسلحة متطورة بعضها سيدخل الخدمة لأول مرة ومنها أسلحة مصممة خصيصا لحرب الشوارع وأجهزة معطلة للعبوات الناسفة تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي وصفتها قيادة عمليات نينواء بالضخمة وصلت إلى أطراف مدينة الموصل استعدادا لبدء معركة استعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش مصادر في قيادة العمليات كشفت عن أن أسلحة متطورة وألكترونية مصممة لحرب الشوارع وصلت أيضا وإن هذه الأسلحة ستدخل الخدمة لأول مرة ومع وصول التعزيزات العسكرية اختفى قادة التنظيم بحسب مصادر محلية فيما بدت شوارع الموصل شبه خالية من عناصر التنظيم واقتصر تواجدهم في نقاط تفتيش نصبت حديثا في الطرق العامة ويرى مراقبون ومحللون عسكريون إن وصول مثل هكذا تعزيزات عسكرية يدل على صعوبة معركة استعادة الموصل وإن تحديات ومخاطر ستواجه هذه القوات والمدنيين على حد سوى كون التنظيم سيعتمد في حربه على تفخيخ الطرق والمنازل والجسور والانتحاريين وحذرت منظمات دولية من موجة نزوح كبيرة تشهدها مدينة الموصل مع قرب بدء معركة استعادتها داعية في الوقت نفسه القوات التي تستعد لاقتحام المدينة إلى الحفاظ على أرواح المدنيين الذين هم بمثابة أسرى لدى التنظيم وأن تتعامل معهم بمهنية ولا تأخذ البريء بجريرة المذنب كما حصل في بعض المناطق التي استعيدت من قبضة داعش لقناة الفلوجة ناهض الزيدي ترجمة نانسي قنقر